من القليلة القادمة مع الزميلة حسيبة كروش أهلا بك حسيبة صباح الخير أهلا طارق صباح الخير مشاهدين جواء ممترة إن شاء الله مرتقة بطيلة نهار اليوم وهذا على الجنوب الغربي بالضبط على مدينة تندوف ونتوقع بحول الله أن هذا الاضطراب الجوي المحمل بأمطار رعدية غزيرة ومعتبرا محليا ستستمر الأمطار إن شاء الله في التساقط على الجنوب الغربي بالضبط على مدينة بشار بن عباس وتندوف وهذا إلى غاية يوم الخميس المقبل إن شاء الله بالإضافة إلى كل ذلك كانت توقع تساقط بعض الأمطار مساء اليوم مع الثلوج بحول الله على المرتفعات التي يصل على الألف ومئة متر خاصة المرتفعات الغربية ونشوفوا التفاصيل والبداية بالنشرية الخاصة فيما يخص ساقط الأمطار إن شاء الله خلال الساعات المقبلة حيث أكدت مصالح الأرصاد الجوية على استمرار تساقط أمطار راديا معتبرا محليا بكمية تتروح ما بين 20 إلى 30 مالة متر وهذا إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم بالنسبة للولايات المعنية وولاية تندوف إن شاء الله هيا رب تكون أمطار خالي الآن نشوفوا التوقعات خلال الساعات القليلة المقبلة بداية من يوم غد الأربعة وإلى غاية يوم الجمعان لحظة ثلوج تكون حاضرة يوم غد على المرتفعات المشرية مرتفعات أفلو كذلك والأجواء تكون أمطار متفرقة على المدن الداخلية الغربية لكن بالنسبة للمناطق الوسطى والشرقية وحتى السواحل الغربية الأجواء تكون غائمة جزئيا وسحب سوفلح تكون كثيفة محليا لكن هذه السحب تكون دون فعالية فيما يخص الجنوب الغربي بديلت بشار بن عباس وكذلك تندوف توقعوا تبقى دايما الأمطار يعني الأمطار تستمر في التساقط إلى غاية يوم الجمعة على الأقل إن شاء الله يا رب تكون أمطار خير لأن نمر إلى الكتل الهوية ودرجات الحارة المرتقبة إن شاء الله بداية من يوم غد الأربعة وإلى غاية يوم الجمعة فيما يخص فترة الصبيحة والفترة الليلية تبقى دايما أجواء باردة تبقى دايما درجة حارة ساقيعية تكون دون الصفر ما بين درجتين تحت الصفر إلى غاية 6 درجات تحت الصفر مرتقبة على أغلب المناطق الداخلية للبلاد ما بالنسبة لسواحل الوطنية رح تكون ما بين صفر درجة إلى أربع درجات فقط الجنوب الجزائري إن شاء الله مشاهدين رح نسجل خلال فترة الصباحة والفترة الليلية ما بين حوالي درجة واحدة إلى غاية عشر درجات أما عن الظاهرة وهنا الاستثناء مشاهدين رح تكون لأجواء نقدر نقول لها حارة نسبيا مقارنة بالمعادلة الفصلي تكون درجة حرارة تكون ما بين حوالي عشرين حتى الخمسة وعشرين وتتعداها في بعض المناطق الغربية والوسطى بداية من يوم غد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة اللحظة لون برتقالي قاتمة وميز المدن الداخلية وحات المدن القرب أقول المدن القرب ساحلية وحات المدن الساحلية للبلاد الغربية والوسطى يعني درجة حرارة غير فصلية رح نسجلوها فيما يخص شرق البلاد قد نتحافظ على درجات الحرارة في المعدل الفصلي أقول تكون ما بين حوالي 15 حتى 14 أو ما بين 14 إلى 15 درجة إن شاء الله فيما يخص المدن الداخلية الغربية والوسطى كذلك رح نسجلو أجوان وعن مباردة نسبيا خلالنا الظاهرة عن المناطق الداخلية الغربية والوسطى ما بين 10 إلى 13 درجة الجنوب الجزائري إن شاء الله مشاهدين هواء حار نسبيا حيغط الجنوب الغربي وسط الصحر وأقصى الجنوب نلاحظوا يعني كتلة هوائية حارة رح تخص كل بالضبط مدينة أدرار إن صالح كذلك تامانراس إنكزام وبرج باجي مختار حتى على تيميمون لذلك نوقع أن تكون درجتها تصل أو تتعدى عتبة 35 درجة إن شاء الله وهذا خلال الظاهرة بداية من يوم غدا الأربعة وإلى غاية يوم الجمعة بحول الله استقرار في الوضعية الجوية باستثناء الجنوب الغربي بقادي من تحتاء منخفض لضغط الجوي محمل بأمطار رعدية تكون معتبرة محاليا في أغلب الأحيان ما احتمال تساقط بعض الثلوج على المناطق الداخلية الغربية بالضبط وهذا مساء اليوم حتى يوم غد فيما يخص الاستثناء رح يكون كذلك فيما يخص درجات الحال القصوى بداية من ظاهرة يوم غد الأربعة إلى غاية ظاهرة يوم الجمعة للمدن القرب الساحلية والمدن الساحلية درجة رح تكون مرتفعة بكثير عن معدلها الفصلية بين 20 حتى 25 ويمكن أن تتعدىها في بعض المناطق وهذا بداية من ظاهرة يوم الغد الأربعة إلى غاية ظاهرة يوم الجمعة بهذا مشاهدنا سليطي ورقة حوال التقصى نعود الآن إلى طارق الاستكمال بقية الأخبار شكرا جزيلا لك حسب على كل هذه التفاصيل التي قدمتها لنا